صباحكم من جديد متابعينا في أولى محطاتنا لهذا الصباح واللي رح نحكي فيها اليوم عن موضوع الحمل دائما الحمل يحدث في الحالة الطبيعية داخل الرحم ولكن هناك حالات استثنائية خلينا نحكي يخرج فيها الحمل من خارج الرحم طبعا مخاطر الحمل خارج الرحم وما هي أسبابه وطرق العلاج نفسه ضيف معنا الدكتور عدوان برغوثي استشاري الأمراض النسائية والتوليد أهلا بك بداية الدكتور ما هو تعريف الطبي للحمل خارج الرحم طبعا في مشكل طبيعي الحمل الرحم هو الموقع الطبيعي للحمل وبالتالي معظم الحالات أو خلينا نحكي تقريبا أكثر من 99% من الحالات يحدث الحمل خارج الرحم داخل الرحم عفوا خلينا نعطي بس فكرة كيف يحدث الحمل مشان نفهم موضوع الحمل خارج الرحم الحمل عادة بتتم عملية التبويض خروج البويضة من المبيض وبعد العلاقة الزوجية يتم التقاء الحيوان المنوي بالبويضة داخل قناة فالوب وقناة فالوب هي عبارة عن قناتين لحميتين طولها تقريبا 10 سانتي تصل ما بين الرحم والمبايد عندما تخرج البويضة تلتقطها قناة فالوب بأهداب معينة إلها أهداب تلتقط البويضة ويحدث تلقيح البويضة بشكل طبيعي داخل قناة فالوب يتكون الزيغوت أو الجنين أو البويضة الملقحة تتدحرج بسبب الحركات الدودية لهذه القناة والتي تصل بعد أسبوع من التلقيح إلى تجويف الرحم وتعشش في تجويف الرحم ويتطور الجنين في تقريبا من كل 300 حالة حمل في حالة ما بتتم فيها الأمور بهذه الطريقة نتيجة لأسباب معينة بنحكي عنها لاحقا هذه البويضة الملقحة يعني تعاق حركتها داخل القناة وبالتالي تعشش داخل قناة فالوب وتبدأ بالتطور إلى جنين داخل قناة فالوب نتيجة لعدم قدرتها على التدحرج إلى الرحم فيحدث الحمل داخل قنوات فالوب غالبا الحمل خارج الرحم يعني معظمه هو داخل قناة فالوب مع أنه هناك في بعض الحالات بتم حمل في البطن حمل في المبيض حمل يعني في أماكن أخرى ولكن 99% من الحالات اللي بصير فيها الحمل خارج الرحم بيكون في قناة فالوب القناة غير مخصصة لاستقبال الحمل وتطور الحمل وبالتالي إذا حدث هذا الشيء بعد فترة نتيجة تطور وتضخم الجنين يحدث انفجار لهذه القناة ويؤدي إلى نزيف قد يؤدي أحيانا بحياة المريض نعم خلينا دكتور نحكي عن الأسباب اللي بتأدي إلى حدوث حمل خارج الرحم طبعا أسباب متعددة في بعضها غير معروف ولكن بشكل أساسي السبب الرئيسي لحدوث هذه المشكلة هو أن يكون هناك التصاقات داخل قناة فالوب تعيق حركة هذه القناة الالتصاقات من وين بتيجي؟ أحيانا نتيجة لعمليات جراحية سابقة يعني إذا كانت عاملة زايدة عاملة أكياس على المبايد عمليات على الأمعاء عمليات على الحوض أي عمليات اليافة على الرحم عمليات قيصرية سابقة أي عملية جراحية سابقة في الحوض تؤدي إلى التصاقات يعني خلينا نحكي العمليات القيصرية يعني لما المرأة ممكن تكون أحد الأسباب أول حمل إلها يعني بتخلف بعملية قيصرية هذا بيأدي ممكن للحمل ممكن أي عملية جراحية تجرى على الحوض في السابق من العمليات اللي ذكرتها ممكن تأدي لأنه بشكل عام العمليات الجراحية بتترك وراها التصاقات هاي الالتصاقات ممكن تكون أحد أسباب يعني إفشال القناة في إيصال الحمل إلى داخل الرحم نعم فهذا سبب رئيسي هناك أسباب أخرى طبعا من أين تيجي هذه الالتصاقات إما من عمليات جراحية سابقة وإما من التهابات سابقة وفي البلدان اللي فيها التهابات تنتقل عبر العلاقات الزوجية إلى آخره ممكن تكون عندها احتمالية الإصابة أو حدوث حمل خارج الرحم أكثر من غيرها لأنه أي التهابات في الحوض في الرحم في القنوات ممكن أن تؤدي إلى التصاقات تزيد من نسبة الحمل خارج الرحم استخدام المثبتات المبكرة للحمل وهذا كمان فرصة أنه ننوه للسيدات أنه اللي مش بحاجة لمثبت للحمل ما في داعي تاخده وخصوصا في الأيام الأولى من الحمل أو ما قبل الحمل لأنه هذا يقلل المثبتات المثبتات هي هرمون لبروجسترون هرمون لبروجسترون يؤدي إلى تباطئ في حركة القنوات وبالتالي ممكن هذا يعيق مرور البويضة الملقحة إلى الرحم يعني تقريبا هاي هي الأسباب الرئيسية لحدوث الحمل خارج الرحم يعني عند الإصابة بالنزيف المهبل هو يشبه نزيف الدورة الدموية بس ما هو التعريف الطبي فعليا للنزيف المهبل يعني النزيف فيه له أسباب كثيرة ولكن في موضوعنا موضوع الحمل خارج الرحم كما ذكرت نتيجي لأن القناة هي غير مخصصة لاستقبال هذا الحمل يحدث هناك تمزقات معينة في القناة ومن ناحية ثانية يحدث هناك لأنه بطانة الرحم تكون تنتظر في هذه البويضة الملقحة ما بتوصلها البويضة الملقحة فبيحدث أحيانا نزف شبيه بنزف الدورة على أخف وبالتالي ممكن أي سيدة بتجينا عندها حمل فحص الحمل موجب وفي بداياته عمله بتنزف نزيف خفيف من الرحم يعني يجب أن نفكر باحتمالية وطبعا ممكن يكون مصاحبه آلام في البطن لازم نفكر باحتمالية الحمل خارج الرحم رح نحكي عن أعراض الأعراض الممكن تشعر فيها المرأة في حال حدث حمل خارج الرحم ولكن قبل ما نحكي عن الأعراض كنت حابة أسأل يعني ذكرت إذا حدث حمل خارج الرحم في القنوات ممكن يحدث انفجار في هذه القنوات صحيح؟ نعم بان إذا حدث هذا الانفجار هل يمكن أن يؤدي إلى عقم للمرأة في المستقبل؟ طبعا هي بتخسر القنوة القنوة هي أحد أسباب أو أحد الأعضاء المهمة في حدوث الحمل بشكل طبيعي وطبعا الحكم رباني سبحانه وتعالى أنه جعل فيه هناك قناتين زي فيه عندنا عينتين ودنتين وإلى آخره وبالتالي إذا تعطلت قناة ممكن القناة الثانية تستغل منها تكون يعني تأدي للوظيفة ولكن بنسبة أقل ولكن بتفقد يعني قدرة تقريبا 50% على الحمل بالنسبة لتشخيص الحالة أو كما ذكرت يعني الأعراض مهمة جدا أول شيء أنه بتجينا السيدة عندها فحص حمل موجب يعني في حمل في الجسم عند الفحص التلفزيوني بعد مرور شهر على الحمل لازم نشوف كيس الحمل داخل الرحم إذا ما بين كيس حمل داخل الرحم وفحص الحمل موجب من هون بتبلش الشكوك بأنه في حمل ولكن مش في المكان صح فهذا أولا ثانيا الأعراض أعراض ممكن يكون فيه نزف رحمي متقطع وممكن يكون فيه ألام وأحيانا ممكن ألام شديدة جدا بتكون في البطن نتيجة لعدم قدرة القناة على استيعاب هذا الحمل وفيه كثير طبعا الفحص التلفزيوني هو من أهم الفحصات الفحصات اللي ممكن من خلالها نشخص الحمل خارج الرحم أحيانا ممكن نشوف كتلة داخل القناة لأنه هاي الكتلة بتكون هي عبارة عن الحمل نفسه ممكن يكون نشوف سائل داخل تجويف الحوض عبارة عن دم نزفة القناة بسبب هذا الحمل كل هاي الأعراض بتبين معنا من خلال الفحص التلفزيوني من خلال الفحص الدم الفحص السريري والطريقة الوحيدة لتأكيد الحمل خارج الرحم هو إجراء عملية جراحية بالمنظر يعني عملية منظر استكشافية خلينا نسميها من خلال السرة وتحت التخدير الكامل بتم إدخال كاميرا إلى البطن ورؤية إذا كان فيه هناك حمل داخل القناة نعم في أي حالة ممكن تؤدي الحمل خارج الرحم إلى الوفاية يعني بعد أكمل شهر من حدوث هذا الحمل وفهي يعني الحسن الحظ أنه ما مرش حالات زي هيك ولكن مذكورة في الكتب وبتصير في كثير من الدول كثير مهم أنه أي سيدة بتعمل فحص أو بتغيب عنها الدورة الشهرية لازم بتعمل فحص حمل قد ما تكون بتأكد حتى لو حط لولب حتى لو بتستخدم موانع للحمل مهم جدا أنه تعمل فحص للتأكد من وجود أو عدم وجود لأن وجود اللولب كمان ممكن يزيد احتماليات الحمل خارج الرحم فمهم جدا أنه تعمل فحص الحدوث الوفاية بتحدث إذا صار فيه هناك نزيف من القناة بدون تشخيص بس عادة نزيف يعني بيعطي فترة ويعطي مرات ساعات وأيام لأنه بيكونش هذا النزيف الشديد أحيانا ممكن يكون نزيف شديد وتجينا ووصلتنا حالات يعني على شفل الوفاة بصراحة ونظم بسبب تدخل الطب السريع تم إنقاذ حياتهم بتكون نازفة لأنه كتير مرات ممكن يصير نزيف سايلنت يعني نزيف ساكت بدون ما تشعر بشي بعد فترة معينة من فقدان كمية من الدم بتجينا في حالة انخفاض في الضغط في حالة يعني هايبوفالمك شوك أو يعني صدمة نتيجة لفقدان كمية كبيرة من الدم وبالتالي مهم جدا التدخل الطبي السريع في هذا الموضوع فمهم جدا أي سيدي بتغيب عنها الدورة الشهرية حتى لو كانت تاخد موانع حمل أي سيدي عندها نزيف غير طبيعي حتى لو كانت بتأكد إنه هي فيش عندها حمل يجب إجراء فحص حمل والتأكد من وجود هذا الحمل داخل الرحم أو خارجه نعم يعني من إحدى الأعراض كمان تالى تصاب المرأة بتضخم في حجم الثدي وتظن إنه هذا الموضوع عادي فما علاقة الحمل خارج الرحم بهذا الموضوع لا هو ما إلو علاقة بس الحمل كحمل بيعمل شوية تضخم يعني هي بتشعر بأعراض الحمل كلها نعم يعني بتشعر بأحيانا غثيان بتشعر بتقيق بتشعر بآلام بسيطة أحيانا في البطن بتشعر بصير في غياب للدورة الشهرية فحص الحمل بيطلع موجب فكل أعراض الحمل موجب أعراض الحمل بشكل عام يعني هرمون الحمل هو اللي بيأدي إلى تضخم في الثدي سواء كان في الرحم أو خارج الرحم باستثناء بجزء بيصير بعض الألام في منتصف الحوم بذب أنه بيكون في ألام معين إما على الشمال أو على اليمين أو في منتصف أسفل البطن بالإضافة لوجود نزف معين وأحيانا ممكن نكتشف هذا الحمل بدون أي أعراض يعني بتجينا فحص حمل موجب بغيب عنها الدورة صار لها شهر ونص أو شهرين نعمل فحص تلفزيوني بيكون الرحم فاضي ما في حمل وبالتالي بنشك إنه فيه هناك حمل في مكان أخر مرات تكون في أعراض حمل كاذبة أصلاً ما بيكون في حمل حمل الكذاب يحكيونه صحيح حتى مرات ممكن تطلع نتيجة الاختبار ممكن تكون موجبة لا نتيجة الاختبار ما بتطلع موجبة الحمل الكاذب هو تهيئ للسيدة أنه في عندها حمل سواء السيدات اللي بيخافوا من حدوث الحمل أو السيدات اللي بيتمنوا نفسه منصير في حمل وخاصة السيدات اللي عندهم فترة عقم طويلة فهي بتهيئ لها إنها حمل نتيجة لأعراضه وبتصير تعاني من بعض أعراض الشبيهة بأعراض الحمل زي التقيق زي ألام في البطن زي غياب للدورة الشهرية ولكن فحص الحمل بيطلع نيجة أو بيطلع سلبي في هذه الحالات مستحيل يكون حمل كاذب وفي فحص حمل موجبة طب دكتور في حال حدث هذا الحمل خارج الرحم وتم اكتشافه بشكل مبكر خلينا نحكي طرق العلاج هون كيف بتتم؟ طرق العلاج فيه أكتر من طريق العلاج فيه علاج جراحي وفيه علاج بالأدوية إذا كان السيدة ما بتشكي من شي والحمل داخل القناة حجمه صغير وفترته صغيرة وما في عندها أي آلام ولا أي نزيف ولا أي يعني احتماليات خلينا قليلين أنه يصير انفجار لهذه القناة ممكن نعطي إبرة أو أكتر من إبرة يعني أدوية من خلال الحقن لتجفيف هذا الحمل نسميها يعني زي إبر مضادة لهرمون البروجسترون اللي هو هرمون الحمل وبالتالي هاي الإبر بتوقف نمو هذا الحمل وبتنهي ولكن هذا بنلجأ له في حالات محدودة جدا نكون متأكدين مية بالمية أنه مش خايفين على السيدة والسيدة تكون قريبا من المستشفى في حال لو حدث أي شيء طارق توصلنا بسرعة وتكون هي كمان وعي للشيء اللي بنسوي فهذا أحد الحلول ولكن الحل الغالب في معظم الحالات لأنه معظم الحالات بيجونا بينزفوا موجوعين عندهم حامل متطور أكثر في القناة وفي احتماليات بداية لتمزق القناة وانفجار القناة نلجأ للحل الجراحي الحل الجراحي بتم من خلال عملية منظار بتم خلالها استئصال للقناة استئصال للقناة مع الحمل في السابق كنا نعمل عملية فتح بطن وفتح للقناة وتنظيف القناة من الحمل وإعادة الأمور لوضعها الطبيعي ولكن هذه الطريقة بطلنا نعملها من فترة لأنه حتى القناة أول شيء بتكون ضررت وبتكون عرضة للإصابة بحمل في قناة في نفس القناة كمان مرة وهذا بشكل خطورة كبيرة اثنين أنه حتى بعد العمليات هاي ما كانتش القناة ترجع تشتغل مزبوط فحاليا في كل الدنيا التوصية هو استئصال قناة فالوب مع الحمل الموجودة فيه وترك القناة الثانية تقوم بهذه المهمة يعني نمو الجنين في هذه الحالات مستحيل مستحيل يعني ممكن يوصل لشهرين شهرين نص ثلاث شهور حالات نادرة جدا وصل لأكتر من هيك بس أكتر من شهرين شهرين نص أكيد بيؤدي إلى تمزق القناة ونزيف داخلي نعم خلينا نحكي دكتور يعني بدنا ننصح النساء والأمهات بأنه أصلا يعني يقوا حالهم من هذا الاشي كيف ممكن إذا في نصائح من قبلك دكتور أنه تنصحهم بأنه أصلا ما يحدث هذا الحمل خارج ما يحدث مهم جدا نقلل من احتمالية الإصابة بالالتهابات الحوض والالتهابات النسائية الالتهابات النسائية العادية العادية بضبط هي هذه التهابات بتسببها بكتيريا أو فطريات ممكن مع الوقت أو إذا صارت التهابات مزمنة تأدي لالتصاقات في الحوض وفي القنوات وبالتالي أي سيدة بتعاني من التهابات مهبلية إفرازات غير طبيعية برائحة كريهة أو غير طبيعية أو بحكة أو بألام في البطن كل هذه الأعراض هي أعراض لالتهابات في الحوض يجب علاجها سريعا ومتابعة هذا الموضوع حتى لا تحدث التصاقات تزيد احتمالية الحمل بالقنوات اثنين أنه مهم جدا أي سيدة بتغيب عن هذه الدورة الشهرية تراجع الطبيب منضلش لشهرين وثلاث شهور للتأكد من وجود هذا الحمل ومكان وجود هذا الحمل مهم جدا أي سيدة بتعاني من نزف خلال الفترة الأولى من الحمل أنه تتوجه أو ألام في البطن تتوجه للطبيب لمعرفة سبب هذه الألام ممكن يكون حمل طبيعي داخل الرحم يعمل هذه المشاكل ولكن بنكون متأكدين أنه هذا حمل طبيعي المثبتات أيضا المثبتات الحمل فقط منعطيها في الحالات الضرورية وبعد التأكد من وجود الحمل داخل الرحم لأنه إذا أعطناها بشكل مبكر أو ما قبل الدورة الشهرية ما قبل الحمل هذا ممكن تزيد من الاحتماليات السيدات اللي عندهم لوالب أو عندهم موانع حمل كمان أي غياب للدورة الشهرية ما يركنوا أنه لأنه ما في مانع حمل بمنع الحمل 100% اللوالب ممكن تزيد أحيانا احتماليات الحمل داخل القنوات مع أنه سواء بلولب أو بدون لولب بحمل طبيعي أو بزراعة احتمالية حدوث الحمل داخل القنوات ممكن يصل إلى حالة من كل 300 حالة فمهم جدا أنه متابعة هذه الأمور مع الطبيب لتأكد من وجود الحمل ووجوده في المكان المناسب وأنه بتطور بشكل طبيعي دكتور يعني في حال استئصال القناة فيه إمكانية لزراءة قناة جديدة أو من الصعب للأسف الشديد لا بس فيه قناة تانية ممكن يتأدي هذا الغرض في حال لأي سبب كانوا هاي حالات نادرة بيصير حمل على الجهتين وبتم استئصال القناتين بيكون الحل البديل هو أطفال أنبي نعم طب في حال حدث حمل توائم خلينا نحكي حمل التوائم هو بيجي من القناتين خلينا نحكي أو من القناة واحدة التوائم مش المتطابق التوائم المنفس ده القنوات ما لا علاقة بمتطابق أو مش متطابق وعادة بتم من قناة واحدة لأنه بيكون فيه تبويض ممكن يتم من قناتين يعني إذا كان فيه تبويض من الجهتين صحيح أنا هذا الأقصد فيه بزبط ولكن فيه يعني هذا الحكي بجورنالة تعليق صغير أنه فيه أحيانا من كل أربعين ألف حالة فيه حالة ممكن يكون حمل بتوائم واحد داخل الرحم مواحد في القناة نعم هذا كان سؤال هذا تقرب من أخطر حالات الحمل خارج الرحم لأنه بنكون شايفين إحنا فيه حمل داخل الرحم نطمئننه وبالتالي بنغفل الحمل خارج الرحم الثاني وبتجينا السيدات عادة في حالة يرثى لها أحيانا لأنه بيكون فجر الحمل الثاني والحمل الأول مغطى عليه ففيك حالات بدها خبرة في التشخيص وخبرة في عمل الصور التلفزيونية لهذا الغرض وفي هذه الحالات إذا تم اكتشافها بتم استئصال القناة مع الحمل اللي فيها والحمل داخل الرحم يستمر بشكل طبيع يعني بنجل الحمل اللي داخل الرحم طب هل لديكم إحصائيات الحمل خارج الرحم في فلسطين بشكل عام؟ يعني هي تقريبا أقل بجوز شوي من النسبة العالمية لأنه فعليا يعني عندنا الالتهابات الحوض أقل من البلدان الأوروبية اللي فيها تعدد العلاقات الجنسية لأنه عمليا تعدد العلاقات الجنسية ممكن يزيد من احتمالية الالتهابات في الحوض والالتصاقات وزيد احتمالية القنوات ولكن عندنا هون كمان في زيادة في استخدام اللوالب في منع الحمل هذا كمان ممكن يعني يزيدها بشكل شوي صغير ولكن هي تتراوح عند زي ما ذكرنا حالي من كل 300 حالي تقريبا شبيهة بالنسبة العالمية طبع حبوب من الحمل ممكن أن تؤدي إلى الالتهابات أو ضيق الحمل؟ نعم ما فيه ارتباط طول ما هي بتاخدها الست عمليا بسهرش حمل ولكن مجرد ما توقفها إذا ما فيهش أي سبب تاني لازم ترجع احتمالية الحمل القبيعي سؤال أخير ممكن أنه هاي الالتصاقات اللي بتصير داخل الأندوب أو الأنابيب اللي بتودي للرحم هل فيه اشياء أدوية معينة أو أغذية معينة ممكن بتشيل هاي الالتصاقات في حال كانت موجودة عند الفتاة ممكن بسن المراهقة؟ بأسف الشديد لا التغذية ما إلها علاقة بالالتصاقات ولكن هاي الالتصاقات يعني كتير بتصير بعد العمليات الجراحية اللي بيتم فتح البطن فيها حتى لو كنت عامل عملية قبل فترة طويلة؟ حتى لو قبل فترة بالضبط الالتصاقات يعني ما فيه عملية جراحية على البطن إلا بتترك التصاقات أحيانا يعني خلينا نحكي أنه تنعمل العملية بشكل يعني أقل تعقيدا وأقل تدخلات جراحية كثيرة ممكن نخفف من الالتصاقات بس ما فيه عملية إلا بتترك التصاقات حاليا جراحة المناظير يعني صارت تحل محل جراحة الجراحة التقليدية اللي هي فتح البطن يعني إجراء عملية المنظار عملية المرارة بالمنظار إرجاء عملية الزايدة بالمنظار إجراء عمليات كاس المبايض بالمنظار الياف بالمنظار كل هذه الأمور جراحات المنظار بتكون الاتصاقات فيها أقل بكثير من الجراحات التقليدية وبالتالي إذا كان في مجال لاستخدام المناظر لإجراء عمليات الجراحية بيكون أفضل بكثير من استخدام الجراحات التقليدية نعم دكتور عدوان برغوثي استشارع الأمراض النسائية والتوليد شكرا لك على هذه المناظرات أحلام وسائل فيك ننطق المشاهدين إلى فاصل قصير فيما نعود كونوا معنا